اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي المركز الثامن تبارك الرحمن هنا تأتي حضور لمحمد بن احمد بن علي بن محمد المحندي وفي المركز التازع من يصل في هذه اللحظات مع الميدية لمحمد بن عبدالله المصبيح الفلاسي وفي المركز العاشر فزعل محمد بن المر بن حلوى الاجتبي هكذا كانت النتيجة للمراكز لعناها عليكم كاملة مكملة للمراكز العشرة ولكن مش على هي التي خربطت بالامور واندفعت الى الصدارة هناك مع المركز الاول ما شاء الله يا برشيد دافع بل بشاهني سالم بن بخيط برشيد هولا المتواجد ايها الاخوة على صدارتي هذا الشوط وعلى عنوانها الجميل هل سوف تبعه ولا هناك رأي اخر لا نعلم النقل على البرهومة ثاني مراكز عبدالله بن علي بن حميدان الفلاسي من يدفع ببرهومة على المركز ثاني ثالث المراكز تأتي من لوح علي بن عبدالله بن علي ابو نواش وفي المركز الرابع مواري سعيد بن علي بن واس الاجتبي وفي المركز الخامس هناك من تاتي شوهين علي بن حميد الرزي الشامسي ما شاء الله على خامس المراكز المايدية ما شاء الله تنتقل من موقع الى موقع لسيد محمد بن عبدالله بن صميح الفلاسي وفي المركز السابع ماشاء الله وصل الشعار هنا الكائد سلطان بن سيف بن عبدالله بن سيف بن صفوان وفي المركز الثامن هناك من الجانب الثاني شعار لغويس أيضا يتواجد هنا مع من في شعار لغويس أيضا يتواجد محمد بخلفان لغويس نهيه شاهنية على ثامن المراكز والمركز التوسع من تأتي هنا حضور حضورها جميل ومشرف على أرضية هذا الميدان مع محمد بن أحمد بن علي بن محمد المهندي وفي المركز العاشر اللي في المركز العاشر جبارة حمد بن علي بن لومية ها هي النتيجة أيها الإخوة للعشرة المراكز ذعناها عليكم كاملة مكملة هنا بالوصف التفصيلي والتقرير الجميل لهذا الشوط ووزالة برهومة اللي غيرك على الصدارة ما شاء الله تحمل أمالها للعوير تحمل أمالها للعوير برهومة عبدالله بن علي بن أحمدان الفلاسي هو القادم هنا مع برهومة في المشاركة في هذا الشوط ونتمنى دائما التوفيق مشعله منتا متى سوف نقولش على تزمام الركض نار ما شاء الله لسالم بن بخيت بالرشيد هو المتواجد مع مشعله مواري أيضا على ثاني الماراة ثالث المراكز سعيد من علي أبو نواش ما شاء الله على المايدية رابع المراكز محمد بن عبدالله بن صباح الشهرية أيضا تأتي مع محمد بخلفان على غويس ما شاء الله تبارك الرحمن على المركز الخامس واللوح سادسان للسيد علي بن عبدالله بن علي أبو نواش الكوكبها الجميلة الكوكبها الجميلة وصل الرزي بشعاره مع شوهين علي بن حميد الرزي شامسي ما شاء الله وصلت 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 باروده باروده مطر بن سعيد بن حلوة أيضا يدفع بشعاره وفي المركز التاسع هناك اللي هي اللي في المركز التاسع من سيرة علي بن مطر بالساحة اللي يشتبه في المركز العاشر شعار الكعبي الطبي علي بن سيف بن محمد الكعبي هكذا كانتها النتيجة أيها الإخوة هو برهومة مع استفتاح الكيلو الأخير مع استفتاح الكيلو الأخير والنداء أيها الإخوة حصر هنا على هذه المراكز برهومة عبدالله بن علي بن أحميدان الفلاسي هو المسيطر على المركز الأول هو الصامت على مقدمة الشوط ولكن المهور في اشتعال المهور في اشتعال بارودة بارودة هل نطفي ولا البارود أيين من صوبون على صوب مع هنا مشعل في المركز الثاني سالم بن بخيت بن رشيد ثالث المراكز بارودة مطار بن سعيد بن حلوه رابع المراكز موالي سعيد بن علي بن واش من لوح خامسا لسيد عبدالله بن علي بن واش هكذا هي النتيجة هكذا هي النتيجة ما شاء الله على برهومة 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 على المركز الأول الصامدة على مقدمة الشوط عبدالله بن علي بن حميدان الفلاسي والله الله يا بارودة على المركز الثاني مطار بن سعيد بن حلوه اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة طارت برهومة طارت برهومة حركت محركاتها ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن يو سلوم يا برهومة تبارك الرحمن على هذا المال سلام عليكم يهال العوير سلام عليكم يهال العوير كافة من واحد حتى رغم عشرة وين ما يسكن عبدالله بن علي بن حميدان الفلاسي بمناسبة فوز برهومة وتعيد انجازها تهانينه والنافس الملك الثاني بارود للسيد مطلب السعيد من حلوة مركز الثالث حليم حميد الرزي الشامسي رابع المراكز صالب محيط ورشيد ومركز الرابع محمد وعبدالله بصباح الفلاسي ما شاء الله شوط والله جميل تهانينه لسيد عبدالله بن علي بن حميدان الفلاسي على فوزه بالمركز الأول مع ست دقائق ستعشر ثاني وثلين وتسعين جزم الثاني تهانينه والسلامة دايما تتجل يا علي العوير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة